أقرت لجنة الطوارئ بمحافظة المهرة لمواجهة فيروس كورونا تعليق حضر تجوال حتى إشعار آخر مع الإبقاء على الإجراءات الاحترازية وتشديدها في المنافذ والنقاط الأمنية ومنع التجمعات البشرية جاء ذلك خلال اجتماع للجنة ترأسه الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة سالم عبدالله نيمر بحضور وكيل المحافظة لشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي وناقش الاجتماع التقرير المقدم من مكتب الصحة والسكان عن الحالة الوبائية بالمحافظة ومدى نجاح الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل لجنة الطوارئ في عموم المديريات والمنافذ والنقاط الأمنية والصعوبات والمعوقات التي واجهت جهود تصدي للجائحة وإمكانية تجاوزها من خلال جملة من التوصيات والملاحظات التي تضمنها التقرير وثمنت لجنة الطوارئ جهود العاملين الصحيين ورجال الأمن في المنافذ والنقاط الأمنية على مداخل المحافظة وتفانيهم في أداء واجبهم الوطني على مدى 24 ساعة دون كلل أو ملل ووقف الاجتماع أمام عدد من الملاحظات المقدمة من عضاء اللجنة والتظلمات من قبل مالكية المنشآة التجارية والسياحية أثناء فترة حضر التجوال